اشتركوا في القناة اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأحبة الأكارم والإخوة الأعزاء كل عام أنتم بخير أحيانا ابنك يكون نعمة من الله وأحيانا يكون سبب شقائك وتعاستك في دنياك وقالوا إن ابنك حظك سبحان الله ابنك حظك نعم وأنت وحظك قد تكون من أصحاب السعادة وقد تكون من أصحاب البلادة أو من أصحاب الشقاوة والسبب هو ابنك واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة هذا تصريح القرآن مسألة أن يكون الولد نافعا واردة مسألة أن يكون ابنك ظلا ويتسبب في ظلالك هذه واردة فابنك من بختك ابنك حظك سبحان الله الفقهاء والعلماء ركزوا على مثل هذه القضايا حتى لا تختلط على عموم الناس وعوامهم نعم لأن كثيرا من الناس يظنوا أن الأولاد رزق حسن لا قد تكون وسائل امتحان من الله لك وكم من ولد تسبب في مقتل أبيه وكم من ولد جلب لأبيه الأمراض كلها شهيرها ودقيقها فالولد إما وإما سبحان الله الصحابة رضوان الله عليهم كانوا وقفين عند حدود الله في مسائل الدين لا يخلطون الأبناء لا ما كان لله فهو لله خذي الأمر ولم يجعلوا مع الله شريكا الحق عندهم لا يتجزأ وإن كان حتى الوالد إماما أو أميرا للمؤمنين أو خليفة للمسلمين أو في أعلى منصب كان أو على أعلى كرسي جلس لكن مسألة الأبوة والبنوة ومسألة العواطف والأحاسيس هذا جانب بعيد عن قول الحق عن نصرة العدل عن تطبيق القانون لا الصحابة علموا الدنيا بسلقياتهم سبحان الله سيدنا أبو بكر مع ابنه قال له ابنه يا أبتي أنا في يوم بدر لمحتك في القتال لكني لم أعرج إليك احتراما لك قال يا ولدي أنا ما لمحتك والله لو رأيتك لقتلتك في سبيل الله من يقول هذا؟ من يفعل هذا بابنه؟ وهذا هو الصديق الصادق سبحان الله يعني لا أبوة ولا بنوة في قضية الإيمان ما فيش لأن الصحابة وقفين عند حدود الله علموا أن نوح بمجرد أن تكلم مع ربه ورفع شكواه فيما يخص ولده كنعان في مسألة الأبوة والبنوة ربنا قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي قراءة إنه عمل غير صالح ثم عنفه ربنا لا لا تخاطبني في ذلك فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين فانزوى نوح ورجع إلى الله واستغفر وطلب من الله أن يغفر له سبحان الله فالصحابة استفادوا من هذه الدروس لأنهم آمنوا عن عشق عرفوا عن يقين أحبوا هذا الدين وطبقوه عمر بن الخطاب في احتضاره طلب عشرة من الصحابة الأماجد وقال لهم إني راحل إلى الله ولا أريد أن يكون منصب الخلافة فارغا حتى لا يطمع الأعادي أو أصحاب المرض في قلوبهم فأراد أن يضع النقاط على الحروف فقال أنتم أيها العشرة اختاروا خليفة ليكون للمسلمين من بعد قالوا فإن اقتسمنا خمسة أيد واحد وخمسة أيد رجل آخر قال هنا يتدخل عبد الله بن عمر ولدي ليزكي طائفة منهما يبقى ستة مقابل خمسة يعتمد من اختاره الستة بتسكية عبد الله ولدي ولكن 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 ولدي عبد الله لا تجعلوه خليفة للمسلمين فإنه مطواع لزوجته ما هذا؟ عمر وهو يحتضر سبحان الله يعهد إلى الصحابة بأن يختار رجلا يبايعه الناس ويخضع الأمر للشورى إحدى قواعد الإسلام في الاختيار للحاكمية والحكام ثم يقولون له فإن انقسمنا خمسة أيد وخمسة أيد واحد غير واحد قال هنا يتدخل ولدي عبد الله عبد الله هذا الصوام القوام الذي بشره النبي الذي أحبه النبي وأجله الصحابة وكان أحد العبادي للكبار ومعروف بتقواه وبنفحاته وبأسلوبه وبأدابه وبالتزامه وبصلاته وبالصيامه وبإخباته وبخشوعه وبإقباله على الله لكن عمر يقول لا تجعلوه خليفة للمسلمين فإنه مطواع لزوجته هذا تجرد من عمر للحاق هذا ولا من عمر لله هنا يعلي مصلحة الدين هنا يخاف على الأمة لأن الأمة لا يليها من يتشاور مع النساء الأمة تحتاج إلى رجال والمرأة تجلس في بيتها والمرأة تؤدي عملها وفق ما ترتضيه الشريعة لكن لا تتحكم في رقاب العباد لا تصبح هي الآمرة الناهية على حس زوجها وببركة سلطنة زوجها كبير القوم لا لكل منا مقام معلوم سيدنا عمر يتبرأ من ولده ويلفت النظر أنه مطواع لزوجته وهذا لا يصلح أن يسوس البلاد ولا يحكم العباد أي تجرد هذا أي ولاء للدين إنه الفاروق عمر الذي إذا ذكر ذكر العادل كأن عمر راية للعدل وكأن العدل راية لعمر سبحان الله عمر بن العص ابنه لما سابق ابن الرجل القبطي وتفوق عليه ابن القبطي فضربه وذهب الرجل القبطي إلى عمر واشتكى أرسل عمر رسالة غاضبة ساخطة يأمر عمرا وولده أن يعود إليه في المدينة فورا واحتفظ بالرجل القبطي فلما أقبل عمر وهو واري مصر وعمر يمسك في يده الدرة عصاه المعروفة وقال لو لا عمر ما فعل ابن عمر والله إن شئت أن أجلو عمرا على صلعته بعصايا هذه لفعل وجعل ابن القبطي يأخذ حقه من ابن عام ولكن للأمانة وللتاريخ عمر لم يحرك ساكنا لأنه أدرك بخطأ ولده وربما لم يكن عنده علم بالقضية كلها لكنه لم يتدخل لحماية ولده وعمر طبق الحق الإله والعدل بين الناس دون نظر إلى ملة هذا أو إلى اتباعه لدين أو خلافه في اللون أو في العقيدة أو أو لا الناس كلهم أمام الله سواء والخلق عيال الله فانظروا كيف تمتع الصحابة بالنزاهة حتى من أبنائهم طالما أن القضية فيها حق لله لا محاباة لا مجاملات لا لا مسألة الكياسات ولا مجاملات وهذه النزعات العرقية البغيضة التي أخرت المجتمعات في واقع الأمة في كل بلدان أهل الإسلام والله ما تفوق الشرق وما تفوق الغرب إلا لأنهم تجردوا الحق الرجل المناسب في المكان المناسب لكن نحن مسألة المحسوبيات والواسطات والمعارف والأقارب اللي فوق واللي تحت واللي ليه ظهر وهكذا ضيعت الحقوق وهضمت حقوق الأغلبية وجعلت الذين لا يستحقون تكون لهم الصدارة ويصبحونهم الكل في الكل وهم النقبة ولكن أصحاب الكفاءات بوعد بينهم وبين ما يأملون وما يشتهون وما هم به جديرون لكنه صراع الدنيا وعند الله يجتمع الخصوم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا زنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسر بأمالنا قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أحبة الكرام وإخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى